تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي استيديو الثانية سنصل الضوء اليوم على المرأة الموريتانية الواقع والآفاق وسنحتفي بهذا الشهر لأنه شهر المرأة أنت النساء أنت رمز وحكمة ووفاء أنت في الكون بهجة أنت رمزه وعطاءه ألف تحية وتهنئة لكل النساء الموريتانيات ونساء العالم سنصل الضوء اليوم كما أسلفت على واقع المرأة الموريتانية نجاحات وتحديات والآفاق فكيف سطاعت المرأة الموريتانية الخروج من دائرة التهميش إلى فضاءات الإبداع والتميز وصناعة القرار السياسي وإلى أي حد وفقت الجهود الحكومية في وضع رؤية وطنية واستراتيجية للرفع من المرأة والنهوض بها وتمكنها أسئلة من بين أخرى نطرحها للإجابة عليها في هذه الحلقة من برنامجكم استيديو ثانية معي في هذه الحلقة ضيفات كريمات أحبوا معي مشاهدنا الكرام بالنائب الأول لرئيسة اللجنة الوطنية لنساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيدة لالة منتراشيد والصالح والمهندسة والناشطة السياسية السيدة عيشة منتع بيدي أهلا بكنا في البداية ما هي وضعية المرأة ومكانتها في المجتمع في هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر في المنساهم أولا نشكرك على الاستضافة ونتمنى وعيد سعيد للمرأة الموريتانية والمرأة اللي فيها بشكل خاص بهذا العيد الدولي للمرأة المرأة تطمح منها تعود في المساواة بين هي وبين الرجل به اللي ما تقلق تنمية ما هو منها توخذ الدور المنوط بها في التنمية بما يخص في الموريتانيا الحمد لله المرأة قطعت عدة أشواط في المناصب السامية في الإدارة المرأة أصبحت قاضية المرأة تمتلكها كفر من 20% من المقاعد البرلمانية المرأة أصبحت تنافس أخوها الرجل في المستشفيات في التخصصات اللي كانت تحكر يعني ماذا عن وضعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟ يمكن نقول من الوضع المرأة منه الحمد لله يعتبر مريح مع أننا ما زلنا نتطلع أن تأخذ 50% من المناصب وأن ترجع إلى المناصب التي تعتبر حكرا على الرجال أن يكون لها إمكانية ترشع للرئاسة مذلا وأن يكون هناك تساوي الفرص بينها وبين أخوها الرجل ما هو رأيكم أو تقييمكم في اللجنة الوطنية لنساء لما تحقق المرأة؟ نعتبره في اللجنة الوطنية والنساء من التحقق الكبير للمرأة المرأة في السبعينات كانت هناك توجد وزيرة واحدة الآن المرأة أصبحت أكثر من 20% من السلطة التنفيذية متواجدة بجميع مراكة صنع القرار القرار مع أننا ما زلنا نتطلع للمزيد هناك إرادة سياسية واضحة لتمكين المرأة عن طريق إعطاها الكوتا هذه اللاحة الخاصة بالنساء لعشرين إمرأة خاصة بالنساء هناك القروض الميسرة التي تعطى للنساء التي تسربوا من المدارس هذه القروض تمكنهم منها تتقوي وضعيتهم في المجتمع ويعود عندهم دور في إعارة أسرتهم في مجال التعليم تلاحظة عن المرأة في جميع المجالات المهنية والمجالات التكنولوجيا وفي الجراحة نعم أصبحت تزاعة الرجل في شتى المجالات مع أننا ما زلنا نتطلع لإستراتيجية لطرحة الاتحاد الإفريقي 2015 التي تطلع بحدود 2068 تكون هناك مشاركة المرأة تصل إلى 50% الآن في موريتانيا بالمقارنة مع الدول المجاورة يمكن أن أقول أننا لديها نسبة مريحة بالمقارنة معهم نعم جميل جدا المهندسة عيشة متعبيدي والناشطة السياسية هل يمكن القول بأن المرأة الموريتانية خرجت من دائرة التهميش إلى مراكز صنع القرار وصنع القرار السياسي؟ في البداية أسألوا عليكم ورحبا بكم وشاكلتك عليكم يا سيد طافيك كريم وأنتظر عبني في البداية كل عام تبقير عندي وشكلة شوي بالصوت بي الناس الحمد لله لم يكن هناك المرأة الموريتانية تحية وتهمية لجميع المساء والمساء والمساء والخارب الكواليس وحييتم نقول لك أن المرأة الموريتانية من زمنها هي مرأة طموحة ومرأة مذابرة ومرأة نشيطة ولا في مجال وصفها ومرأة كسهولة بالعكس هي مرأة دائما تسعى لأنها توجد موجودة تثبت راسها لكن للأسف مجتمعنا دائما يجير قدام لك الحوايق دائما يجير قدام لك التابوت التي دائما يقيق ضموحاتها لكن مع الوعي متزايد في المجتمع تثبت على أن المرأة لا بد نعطاها دورها كامل لأنها هي التي تعود عندها الاستقلال المادي عندها مكانتها الاجتماعية لأنها لا يعود بالنفع المباشر على الوضع الاجتماعي للأسرة ووضع للمجتمع ككل ونقول على أن سياسات الحكومات المتعاقبة في موريتاني ساعات على أنها تطور من مكانة المرأة كل حكومة توصل وتجيب استراتيجية خاصة وتسعى على أنها تطور من مكانة المرأة في المجتمع لكن الدور الأساسي ويجب أن نصل إلى النتيجة الحقيقية لا بد أن تعد الإرادة نابعة من المرأة نفسها لا بد أن تعد المرأة عندها ثقة من نفسها عندها الاعتماد على نفسها ولكن أول شرط فيه هو التعليم الصحيح التعليم المكتمد التعليم في المجال الذي تطلب الحياة عقبال الزمن ماهل أنك تتعلم في تخصص التعليم في تخصص ويجب أن تعدك بالنفع عقبال المستقبل لأنه مكانة المرأة مجتمعنا نحن نعقله لأن الراجل مازال صغير مازال من تربية الأولاد في البداية فم تصنيف فم المجتمع من مازالته صغيرة ينظر لها بنظرة نماطية نظرة نماطية نظرة نماطية لأنهم تحفظ لهم كل شيء ما يبطيهم يأخذوا في الليل ما يبقوا يحتكوا بالمجتمع عندهم نماط معين يقارئ ظروف الحياة ظروف العالم عادت بارضا لأن المرأة لا بد تنتشف ومنين عندك تلاحظي أن الأسرة التي أكثر تعليم وكثر روقي والتي مرتاحة لأن المرأة دائما متعلمة دائما حتى لو عادت ما متعلمة تعود مصرع لأنها تتمارس دورها في المجتمع المرأة عند منين تعود عندها هي استقلال مادي لا هي ترتاحية نفسية ولا هي ترتاحية ولادها ولا هي تخفف على الراجل وانا ضد فكرة الاعتماد الأسرة الاعتماد الكل على الراجل في النهاية الراجل لا كائن كيفة المرأة ألا كلها خلقوا له ظروف قد يعمل فيها وقد ينكش فيها لأنه يخلق المرأة ظروف معينة تقاطية أكثر من الراجل بالنهاية المرأة الموريتانية مرأة مناضلة وحيوية ننتقل لك الأستاذة لالة لماذا لا يتم تذمين دور المرأة خاصة أنها تقوم بأدوارها عدة في المجتمع هي أم ومناضلة وعاملة ومربية لماذا؟ لماذا لا يتم تذمين أدوار المرأة خاصة أن لديها مجالات شفة حسب ذهمي للسؤال تذمين دور المرأة التي تعود دور المساواة لا تتعود لذلك من دورها التي عادت عندها مشاركة في تنمية وطنها مرأة يالتها تثبت وجودها تثبت من عند الحلقة الأولى التي هي في القصة من عند منها تعد قادرة على تربية أبناء يصلحوا لمجتمع ترساق فيهم الوحدة الوطنية الوطنية تعاونهم منهم يعود عندهم دور في المجتمع ويعود وين يأخذوا ويحملوا رسالة ثم تعد عندها دور في مجتمعها تعد تلعب دور في المحيطة هي الخاص عن طريق المشاركة في الندوات مثلاً المشاركة في تنظيف الحي تعود عندها دور في جميع المراحل المرأة هي ركيسة المجتمع هي الأم هي الأخت هي المربية معناها منها ما رأى من تذمين دورها في إطار التذمين رأى منها يالله توتوت معطاها لهم مكان تستعق حسب الدور تقبضها هي الرأسة بجدارة إنها تقوم بدور لما نطبها هي تقبضها هي بجدارة أنتم في اللجنة الوطنية للنساء ما هو تقيومكم للعيد الدولي للمرأة هذا العام خاصة بإشراف معالي الوزير نحن في اللجنة الوطنية للنساء لإنتهز الفرصة منها نشكره السيدة الأولى على تشريفهم ويدل على حرصها ودعمها للمرأة بجميع الأنشطة التي تقوم بهم وكان تميز العيد الدولي للعام من قملة التكريم عدة نساء كان لهم دور كبير في جائحة كورونا حيث كان في الصفوف الأمامية وبعضهم تعرضوا من نفسه للمرض أولاك ما وقفوا أنه يتابع مسيرته في التحدي لهذه الجائحة الذي راجم عند الله تبارك الله يشفي المرضى ومنه يرحم الموتها وعنها منها توفى عن العالم كم وراه المرأة الموريتانية كانت حاضرة بقوة في جائحة كورونا من عند التحسيس نحن في اللجنة قمنا بالتحسيس عن طريق الفيديوهات لكي السنة الماضية كانت تجمعات ممنوعة يغير كانوا فيما تيها فيديوهات على الواتساب وعلى التواصل الاجتماعي كانوا فيما تيها تسجيلات مقاطع فيديو لتحسيس النساء من أجل حماية ابنائهم من أجل حماية وسطهم ويعتبر عام خاص ومن مرأة هي أكثر حتتحسز تعرفي المرأة هي اللي تقوم بهذا الأعمال البسيطة كمثلا المرأة بائعة الكوسكوس اللي كانت تصرم منها هي هي الأب والأم هي الأب والأم وهي المعيلة وهذا يدل راني نختاره هنا تعمل ذمن قامت بيها الدولة عن طريق تآزر الدعم هذه الطبقات الهشة الخارقة اللي يعانى من هذا الكوفر فماذلن منعتهم منهم يبيعوا منتوجهم كان فيم مساعدات لهذه الأسر كان ذن تمويلات صغيرة للنساء اللي يبيعوا الملاحة واللي عندهم الانشطة السقيرة المدرة للدهر كان ذن ياسر من الدعم يسوع عن طريق التحويلات المالية يسوع عن طريق هذه مئة ألف أسر اللي استفادت من التأمين الصحي معنا ذن ما تياها كان ذن دعم كبير ونحن نضمنه في اللجنة الوطنية النساء للطبقات الهشرة واللي نقول لك من أكثر المستفيدين من هذه العطاية وهذه هي المرأة الموريتانية كانت أكثر هذه التمويلات كانت أكثر من 54 في المهم استفادت بناء مرأة حسب إحصائيات بالحديث عن المرأة العاملة الموريتانية بشكل خاص كيف يمكن أن توفق المرأة بين بيتها يعني هي مربية أجلال وبين عملها حسب المرأة تستطيع أن توفقها بين الإذنين عن طريق ترتيب الأولويات هل يمكن قول بأن المرأة العاملة دائما ذاشلة بيتوتيا لا بالعكس المرأة العاملة أكثر حرص على تعليم ودعم أبنائها للمرأة العاملة والعمل قدرناها من الساعة الثامنة إلى الساعة الخامسة يعني يتحاول من أن يتخرص للتلفزة والتلفزة والتلفزة لا يوجد أي ضايدة على الطفل الذي لا يرجع من الساعة الثانية أن يرى أنه واحدة في ذلك أو حلوة في نفس الشيء يتخرص بالعكس لأنه يتخرص اللي وحال هو فيه من دراية كانوا لعاة خرص التلفزة عندهم من نفس الساعة مراجعة عندها وقت الرد باط التركة من تربيتهم من أن ترد معهم تعرف أفكارهم وتوجيهم لأنهم يعود أن يحملوا أفكار جايبين من الشارع ما تتناسب مع مصريحتهم وتقدمهم في المجتمع معنا أن الرؤمن المرأة العاملة التي توفق في تقسيم وقتها عنها أشبهية في المنزل من المرأة غير متعلمة ومناسبة وشيد بخطاب السيدة الأولى في المؤتمر الثامن العربي اللي دعات فيه المرأة منها دعات فيها عن إعطاء النساء الأولى في المنظامات الدولية العربية بإذنهم يملكوا الكفاءة اللازمة وإذا كامل يعتمد على التعليم كيف مقاتل الأخرة تعيشها أي المرأة التي تعد ما هي متعلمة مهما كانت الجهود اللي تقوم بها الدولة ومهما كانت السياسات ما لا يتقد التعدل للدور المنط بها يسوى نسبة تعليمها شنو يسوى التعليم العالي والتكنولوجيا النسبة من التعليم يعملوا التكوين المهني يمكنها من عندها دور المرأة لا بدالها من أجل تمكنها من أنك تقويها في المجتمع المعاصر من أنك تعطيها ذيقة في نفسها منها راهي أي تنمية بدونها أي مية صالحة وبذلك المناسبة يسوى كانت تعليم العالي يمكنها طبعا لأكثر فرص المشاركة يقير أما للتعليم اللي أبسط نسبة من التعليم والتكوين تساعدها تربية تبنائها وتساعد هم اللي منها تحس عنها عندها دور من أجل بالحديث عن تصدر المرأة لمراكز صنع القرار هل يمكن القول بأن المرأة سياسيا قد وصلت لقموحها خاصة النجاحات السياسية أنا كما قلت في البداية المرأة وصلت لنسبة 20% ونحن مذمنين هيقر ما زلنا نطمح الأكثر ما زلنا نطمح للمرأة توصل 50% من المناصب التشريعية والسياسية وفي المناصب التنفيذية وراي بالمناسبة المرأة الموريتانية هي الوحيدة اللي عاد توزيرة خارجية بالدول العربية وهذا امتازت به المرأة الموريتانية المرأة الموريتانية هي أول مرأة عادت مذنا على المفتجية الدولة ذن مناصب وصلت نقدم المرأة الموريتانية منها تخطع تشواط وما زالت تريد المزيد من أجل أن تحقق ما تريد شكرا لك المهندسة عيشة من تعبيدي هل نجاحات المرأة السياسية كانت على قدر الطموح؟ نختل شوية نحقق بعد النقطة كالتر وخلال واني دائما معتدرة على الصوت نحقق الصوت مغبول بشكل غريب النقطة اللي قالت في قضية تعالى المرأة العاملة لأنها دائما المرأة العاملة عندها من فسها يحساس أنها مقصرة حق أولادها دائما تبذل جهد أكثر من المرأة الموجودة في الداخل وذانية زايدة على ذلك يساعد مستواها المادي والدخل لإستقلال المادي لأنها توفر بعض الاحتياجات لأولادها أكثر من المرأة التي لم يكن عاملة لها دائما تخطر ترضيهم ضيفة على ذلك الذي يعطي الوالد من أجل رضاها بأنها حسن تعطي فترة أطول عن العمل ما يخص سؤال عن قضيت المرأة الملتانية كان على قدري الطموح لا أبدا ما المرأة الملتانية دائما لأنها تصل للمرحلة تطمح لأكثر وفي الحقيقة كما تتركها لأن جهود كاملة مبنولة عن أنها تقدم لأن المرأة ترى مكانت المناسب لكن ما زال تحتاج الكثير لذلك ترى نعتبر لا نعمل مجامل ما زال لا شيء مجامل لما يمكن أنها وصلت للمستوى والدور وتعود حق طموحها إذا نعود مات لأن نعود تمييز إيجاب إذا نعود عاد هي وراجب كل لا يشتقل لا بكفاة وما لا يجل شيء على أن هي مرأة من ناحية المستوى السياسي التي وصلت له من ناحية وملي انتخابات الأخيرة عندها تقلت من مناصب من رئيس المجلس الجهوي هنا في الواقشوط الهامرة في المناصب فعلا كما كان اختلال في المناصب قطعنا وصلت الماء الميتاني دون نظيرات من المجتمع العربي يقري يبقى كامل لمجامل الحقيقة الحقيقة لأن تعد مرتاح تدخل السراء من دون كل لاحة الكوات التي تنعطها لها تدخل بجدية وتدخل وفعل نتوق مع الرجل خارج وحدين يصوت وليس يقف وكفاء تمام صوتين على المرأة متعاطفين معها وليس ومعين اكتو الى اي حد وفقت الجهود الحكومية لوضع خطة وطنية للربع من مكانة المرأة وتمكينها برنامج الذي طارح الحكومة برنامج جيد وبرنامج مقطي جميع احتياجات المرأة وعاطيها أولوية كبيرة في برنامج تعهودات يقال المشكلة لأن الناس لا يستوعبة حجم الكارثة التي خلقت هذا العام 2020 2021 المثال الموجودة كارثة فيروس كوفيد التي أثر على أقوى اقتصاد العالم والتي عطلها بشكل ما هو معقول آت الحكومات الحمد لله جزا الله خار حكومتنا هاتقا أهم عندها لأن مات الدهوار لحالة الاجتماعية للمجتمع لأن تم الحياة الطبيعية أما كنا نطمح والبرنامج الذي شاهدنا قمنا برنامج طموح وقاطع أن إذا كانت جبرة الفرصة والجبرة الآليات التي كانت موجودة لأن لا يقود تطور عجيب في مستوى المرأة وعجيب على جميع الأصعيد وقال كاليدة حقيقية موجودة وثرت على العالم وعطرت مصالح الدول والناس عثقوا على ما كم لها عايشة المرأة وملي رقم هذه الظروف لاحو على التوجهات كاملة مصبة لدى مرأة استراتيجية وطنية رفعتها وحيحة محتاجة مرأة ميتانية منزالت محتاجة على كل استراتيجية وطنية يخصص كل برنامج يخصص كل إدارة تنتشئ يخصص المرأة المريتانية كل وزارة تعد يخصص مرأة المريتانية فعلا هي ما نقدق نقول نص المجتمعية فوق نص المجتمع هذه الحقيقة فوق نص المجتمع ودائما لا بد يعود هل كان هناك إسهامات من المنظمات المدنية للترقية من مستوى المرأة وتعزيز مكانتها الحقيقة دور المجتمع المدني مهم وشفنا منظمات فاعلة وشجية وقدمت برامج خادم المرأة وقفت وساعدت تغفص المرأة الضعيفة المرأة التي لديها مشاكل أسرية تشوف هذه المعيالات الأسر وهم ياسر من المنظمات بعد الترجاء لها المرأة كيف ما قلت لك دائما على المرأة بذاتها خجولة ومتطلب بحقها خجولة من خجولة من المجتمع وطالب حقها وليس من المرأة من فسا تعي حقها وتعرف أن طالب بحقها نعم شكرا لك نائب رئيس اللجنة الوطنية المساة الجمهورية إلى أي حد وفقت الجهود الحكومية في الرفع من مكانة المرأة هل هناك وضعية استراتيجية لتعزيز دور المرأة في المجتمع؟ برنامج تعهوداتي كان ركز فاقرتين على تمكين المرأة وترجم برنامج الأولويات الموسع لله على 30 شهر 240 مليار جميع البرامج الذين طرحت انتقرها تشوف تركيز على تمكين المرأة وتركيز على تمكينها عن طريق هذه القروض الميسرة التي نعطاه في الميكروفينانس في البلديات الريفير التمويلات الصغيرة التي جهدهم كان يستفاد منه النساء وتركيز التمويلات التي نعطاه في مجال الزراعة لهذه التعاونيات النسوية وتدخلات التي معدل وزارة المرأة والتي سمح نقراركم باختصار باختصار نحن في وزارة المرأة عدلت برنامج استفاد 250 طالبة من الأسر البغيرة عمالي بقيمة الرياضين الفوقية للشهر لهذه البنات اقتنام معدات تكوين 200 امرأة في الحوضين والعصابة تعزيت قدرات 900 سيدة المعيدات القلاف مالي قدوا 64 مليون من دوقية واستفاد 600 اثنين من التعاونيات قدروا مليار 153 عقية واستفاد 126 ذات من خريجات التعليم العالي ومن التكوينات وتسعين تكوين تسعين مربيات تم اكتتابها تمكين تسعين تسعين مربيات تمكين ستلاف امرأة ودمجة تلاف شخص من ذوي الاعقاة 50% من النساء معناها هذا برنامج تعهدات مركز على المرأة تمكين احصائيات كانت موفقة هذه السنة وستة شهر في تخريج وكان يخريج أكثر كانت لا تخريج هذا في التراجع يخريج على جميع دول العالم من جائحة كورونا أدات من الدولة من التعدد أكثر تعدد تداخليات الاجتماعية لحد من تداعيات هذه الجائحة وبالتالي نخلق نقص شوية هذا النقص كان بالتوازن معه كان بثم إنجازات جبارة من أجل تمكين المرأة وإعطاها دول ما نوطل تصل إلى المكان يقل هذا كامل ما يجد يخلق المرأة لا بدها تساعد هو المرأة هي المربية لين تعود المرأة بناتها لا بدها لها منهم يوفوا قرايتهم تفرضي على المجتمع من التساوي لا نقول أنا هذا الطفل لا يقرأ هذا بما أن الطفل لا يقعدوا ونعدروا له أسرة بالعكس أنت كم متعلمة تفرض على المجتمع عن منتك وولك سيان إذنين تقريهم يوفوا قرايتهم ولي قادرين يحقوا معنا أنك تعدري أقصى جهدك من التعليم في داخل الأسرة من الساوية عندك الإبن والبنت كاملين تركز على دراستهم يعود عندهم الدور في ذلك دي ممكن منهم ما قدوا يقرأوا ولي قدوا يعدروا تكوينات مهنية تحاولين منك تسجلين فيها تأطريهم المرة خاصة التي تملكي الشجاعة والإرادة ما هي معاوفة بالتذاني في العمل والجدية أي عمل والنضال أي عمل تبرز في وجودها معناه لخاصة الدعم الأسري في السقة وين تكبر تكبر هي الأمور بيتها تفرد وجودها ومع ذلك تفرد وجودها وبفضل السياسات الدولية تصل طموحة وكثيرا طموحة وكثيرا المهندسة في الختامة ما هي تحديات التي تواجه المرأة في المجتمع الموريطاني وإلى أي حد تطمح المرأة سياسية؟ تحديات 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 المجتمع أولا وكثيرا يزال ياسم ومساعدها طموحة ما عنده حدود وكثيرا يطمح التحسن وإضعيته في كل مرة وكثيرا نقول التعليم الأساسي نعم الختام التعليم الأساسي أن المرأة لا بد أن تكون متعلمة ولا بد أن أنا كمتلقي لن ندخل العاصمة لاحظة على وجود المرأة والذكية تحاول أنها تحدث في المجتمع من خلال محلات وكثيرا كم المهم دروس مشكلة المرأة الموريطانية هي أنها تتعديل وكثيرا تشارك في المجتمع يقال دائما لا يوجد تخطيط بعيد الأمد لا يوجد استراتيجيات بعيد الأمد لن نختار هنا تيانط نختار لأن الحكومة ساعية لتطوير المرأة ومن خلال وصابة شعور المرأة التي عليها السيدة النهام شخصية مقدمة من الإنجازات ومقدمة من الدعم للمرأة لكن الأهم دائما وجود دورات تقوينية الأهم دائما وجود توعية للمرأة دورات تقوينية هنا نقولها على أنها دائما موجودة مستمرة لا تقعد فترة معينة مراكز التعليم الفني مراكز أي شيء مهني يساعد المرأة على أنها تطور لأن مستوى التعليم بالمرأة المرتاني متدني جدا متدني جدا هذه النقطة لا بد أن الناس تركز عليها لأن مستوى التعليم متدني ولا بد أن المرأة تواعى ولا بد أن ينشف أخته صديقته ينصح أنها تقرأ تعلم في أي مجال استقلال المادي هو أهم شيء شكرا لك شكرا لك هل من كلمة أخيرة في الختامة؟ أولا شكرا لكم على الاستطاة رحل وليساعد الله المرأة لا تتحقق لاتهم التعليم والرجاء تركيز على التعليم والتعليم والتوعية من أخواتنا والمعلافات المجتمع المدني وفي الجميع وفي المدن من أجل المرأة منع منها التسريب والتكوينات المستمرة لربات المنازل من أجل أنهم يكونوا منها من التعليم هو أساسك وفي المرأة شكرا لك إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم الإسبوعي الذي كان عن المرأة الموريتانية الواقع والآفاقة وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر هذه تحيات حنان محمد السيدي في أمان الله وحقا